السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الزكاة حبيب قلبي يا رب تكونوا في خير وفي احسن حال النهاردة جماعة بنعمل بسكوت وصفة جديدة 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 لنج جاية جاية لسه منبرد الوقت هنقول المقدير يا حبيب قلبي معانا تلاتة الا ربع كبايات دقيق يعني تلات كبايات الا ربع من الدقيق تمام ومعانا حبيبي كباية ونص سكر معانا كباية زبدة بدرجة حرقة المطبخ معانا بتين معانا بقى واحنا بنلخل دي كده حطينا معلقتين بيكين صودة صغيرين ونص معلقة بيكين بودر وربع معلقة مش رشة ملح ربع معلقة ملح تمام كل الكلام ده نخلناه مع بعضه كده زي ما انتوا شايفين تمام حبيبي هسيب ده كده على جنب ومعايا كباية زبدة حبيبي بدرجة حرقة المطبخ زي ما انتوا شايفين هفكها كده من بعضها على خفيف وهنحط السكر الكباية ونص سكر والبطين وكيس فانيليا او سكر الفانيليا تمام وهقولك جماعة الغلطة اللي حصلت في البسكوت ده عشان محدش يقع فيها طبعا انا فكرت وقلت لا انا هوري الناس خبتي وبعدين قلت لا بالعكس لا ده صح ان انا اقول للناس لو بنوت صغيرة دخل المطبخ تبقى عندها فكرة لو هانم من الهوانم دخل المطبخ تبقى عندها فكرة دي حاجة مش عيب خالص ان احنا ممكن نعمل خطأ او حاجة تبوز مننا او نسهع عن حاجة ده امر عادي جدا يعني مش انا اللي على قدي يعني فعادي جدا فانا هقول الخطأ اللي انا وقعت فيه عشان انت حبيب قلبي تتجنبوه كمان تشوف تمام طبعا زي ما انتوا شايفين كده ضربنا الكلام ده كله بالمضرب اليدوي وبعد كده هنجيب الدقيق نحطه عليه اللي هما ثلاث كبات الا ربع من الدقيق وهسيب لكم المقادير في صندوق الوصف طبعا لما بنحط الدقيق العجينة دي بتبقى ايه بقى؟ بتبقى طريقة جدا تمام تبقى طريقة جدا منسيبها في التلاجة لمدة 10 دقيقة بس اتماسك نعرف نمسكها ونكورها تمام البسكوت ده جماعة في اللي حصل ان المادام هنا قالتلي في وصفة البسكوت حلوة اوي صحبنا بيعملوها جميلة قلتلها طب ماشي هاتلي الوصفة وانا اعملها فالمهم جابتلي الوصفة وعملتها بحزفرها لحطيت تكاتي ولا حطيت اختراعاتي زي ما الوصفة ما هي جايباها انا عملتها حتى مرضتش انصص الكمية يعني مرضتش مثلا اعمل نص الكمية قلت لأ زي ما هي قالت هعملها وعنكم بقى حبايب قلبي متشوفها للنور يعني شايفين العجينة عاملة ازاي؟ طيب دلوقتي بقى احنا حطنا ايه؟ طبعا دي مش العجينة كلها انا هقول لكم ايه اللي حصل يعني في العجينة حطيت معلقتين سكر ومعلقتين قرفة تمام بس فيش اي حاجة وهنيجي هنا دهنة السج بتاعنا زيت تمام؟ والله ما صلي وسلم عليك يا سيدنا النبي هنجيب معلقة وهنكور العجينة دي هنكورها كده عاملة زي قد لقمة القاضي او الزلابية وهن ايه؟ هنبدرها بالسكر والقرفة بس مش اكتر من كده طب ايه يا موافق اللي حصل ايه الغلطة؟ اللي انا ايه بقى يعني كنت مكسوفة اقولها لكو؟ لا اقولها لكو يعني تقولوا علي بقى ما بتفهميش ما بتعرفيش ما فيش مشاكل بس دي عشان ما حدش يقع فيها البسكود ده جماعة فيه البكنسودة تمام؟ فلما حطيت ان طبعا اول مرة اعمله بصراحة يعني لان زي ما قلت لكم الوصفة هي الست اللي جايبها من صحابها فرشة فرشة غريبة لقيت السك كله مش شايفة بدايته من نهايته بحيات ربنا مش شايفة البداية طبعا ادقت جدا يعني اه محدش شايفني هي مش شايفاني هي في شغلها لكن انا من جواي ادقت جدا قلت يا دي الغالب الحاجة بازت وده يعني بصراحة مكنت مدقة جدا لكن بعد ما هديت كده والامور استقرد هما كانوا 8 وحدات دول ستة انا كنت عاملة تمانية والتمانية كانوا كبار شوية عن دول عشان بس نقول الحقيقة شايفين الستة طلعوا بعمليني ازاي نفسيني ازاي تخيلوا بقى لما تكون عليهم اتنين زيادة هيبقى الدنيا عاملة ايه وكمان الاتنين الزيادة كبار فطبعا لقيته كله مش عارفة اشيله من بعض يعني حاجة حتة واحدة فطبعا شلته على جنب حطيته في حاجة وقلت اهوره لكم عشان محدش يقع في الخطأ اللي انا وقعت فيه وقلت ان انا هشيله في التلاجة ممكن تكل بالمعلقة ده هو مش بايز ده هو اتزنق جنب بعضه ففرش هشيله في التلاجة وهعمل معاكم ان شاء الله بإذن الله وصفة به هعمل وصفة اي ان كان بسكوت او كيك او كب كيك اي حاجة هعملها معاكم بالبسكوت ده لو ما اتكلش وعادي خالص مش ما فيش اي مشكلة لو حد فينا غلط لا كل واحد بتعلم من خطأه ما فيش اي حاجة يعني ودي حاجة كويسة ان انا اقول لكم عشان انتو برضو متعوش في الخطأ اللي انا وقعت فيه والبسكوت فعلا جميل وكريزبي وحلو جدا وقادي بقى الجزء يا جماعة اللي هو يعني بقى ما نفعش خالص وطبعا اضطرت زي ما بقول لكم هو سايح على بعضه لكن الوصفة لو انتو جربتوها بالطريقة دي كريزبي وجميل جدا 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 ومدت سواء عشر دقائق في الفرن على درجة حرامية وتمانين هيعجبكم جدا بإذن الله لانه وصفة جديدة ويا حباب قلب اعملوا الفيديو لايك واشتركوا في القناة وطبعا شايفينه جميل بجد بجد يعني جميل وزي ما قلتلكو الكمية دي انا مش هرمانا حطها في كيس بلاستيك في التلاجة لحد ما شوفوا عامل ايه وان شاء الله لما عملها هتكونوا معايا واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته